تفاعل الطلبة عبر شاشات الكمبيوتر والتعليم الافتراضي قد يؤدي إلى أن يصبح الطالب أو الطالبة متمركزين حول ذاتهم فبالتالي تقل فرص التفاعل الاجتماعي التعلم يحدث عبر عدة أساليب وقنوات من أحدها أن يصبح الطالب على قدرة على التفاعل وجها لوجه رؤية مشاعر المعلم أو المعلمة تعابير الوجه حركات الجسد التفاعل مع زملاء يحفز الطلبة أكثر ويؤدي إلى ربط نوع معين من العلاقات الاجتماعية التي تدأم ثقتهم بأنفسهم ما لأسف نحن الآن نمر في ظروف صعبة ومختلفة وهي أن التفاعل الاجتماعي أو هذا النوع من التفاعل الاجتماعي وجها لوجه غير موجود فبالتالي يجب أن يتعاون المعلمين والمعلمات مع الأسرة في التخطيط لبرامج تحفز أكثر على التفاعل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي فيما بينهم لتسهل عملية التعليم ولنخفف من موضوع أن الطالب متمركز حول ذاته وكلما زادت مدة التعليم عن طريق التفاعل الافتراضي مع الأسف كلما زادت المشكلات الخاصة بالتفاعل الاجتماعي وقلت الفرص لهذا التفاعل يعجبني الكثير من المعلمين والمعلمات الذين يخصصون جزء من الحصة الدراسية للتفاعل الاجتماعي بحيث تصمم خطة الدرس على أن لا يحصل الطالب أو الطالبة على المعلومة إلا إذا تواصل مع زملاء بهذه الطريقة وصلت المعلومة بطريقة أقوى وحفزت على استمرارية العلاقات الاجتماعية وزيادة ثقتهم بأنفسهم وزيادة نموهم في مجال النمو الاجتماعي والعاطفي هناك كم هائل من الأنشطة بإمكان المعلمين أن يصممونها كتصميم غرف افتراضية خاصة تحوي على مجموعات صغيرة تصميم أنشطة تعليمية تتطلب الحصول على المعرفة التواصل مع زميلك بحيث زميلك يحصل على معلومة أخرى يجب أن تسأله يكون فيها نوع من النقاشات يكون فيها نوع من التجارب العملية أنشطة تحث على التعلم النشط التعلم الجماعي هذه ناحية، الناحية الأخرى إشراك الأسرة أيضا في هذا الموضوع يقع على عاتق المدرسة توعية ذوي الطفل والديه وأسرته سواء كانوا الأخوة أو الأخوات على أهمية استمرارية التواصل الاجتماعي من خلال ربط الأسرة بأبنائها فرض أنشطة معينة تعليمية أيضا تحفز الطالب على التواصل مع أسرة البحث عن المعلومة بطريقة جماعية أو وجود التفاعل الاجتماعي حتى ولو كان افتراضي عبر الكمبيوتر عن طريق الإنترنت ولكنه من خلال تفاعل الطفل مع زملاء أو أصدقاء عمل المسابقات أيضا التشجيعية والتحفيزية جانب جدا مهم يحفز على التواصل الاجتماعي ما يهم في هذا الموضوع هو أن لا يغفل المعلمين هذا الجانب وأن لا تقتصر العملية التعليمية على التلقيين والطفل فقط متلقي يهم المعلمين في هذا الجانب استمرارية التواصل الاجتماعي وضع هذه الأنشطة في الحسبان أثناء التخطيط للدرس وأيضا تصميم أنشطة تعليمية تجبر الطالب فيها بطريقة غير مباشرة على التواصل مع زملائه جانب جدا مهم لاستمرار التواصل الاجتماعي بين الطلبة